السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال بس الواحد يعني بيدور على على ايجابة له فانتوا ان شاء الله بحسوا معايا وتشوفوا ايه المشكلة يعني ايه المشكلة يعني فيه ليه نسبة طلاق زادت في المجتمع وليه المشاكل الزوجية فيه مشاكل بين بين الزوج وزوجتي ليه فيه مشاكل ليه كتير كتير وفيه طلاق اه والمشاكل لا غنى عنها ماشي لكن مش بالطريقة ده احنا عندنا يعني كل حوالي كنا زمان نسمع ان كل 23 سنة فيه مولود دلوقت بنسمع كل 23 سنة فيه حال الطلاق طب ايه الاسباب اللي حاجة صادية حال اجتماعية والله هي ابدا لا 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 حاجة صاديت ايه ما كانوا زمان كان بيعيشوا في فقر ومش عارفت ايه ومكانش كل واحد يعني كان بيعيش بالكاد بس ما كانش في المشاكل ما هو شيخ البنات وليمون دور اتعلموا الهندي والتركي ومش عارفت ايه والدبلاجة وفاهمين الدنيا غلط وكلام ده كله والولد فاهم الزواج غلط طيب ده كلها اسبابة فرعية عارف السبب الرئيس ايه السبب الرئيسي في المشاكل الزوجية والطلاق والكلام ده كله انه هو الانفتاح بدون حدود والله العظيم ان عندما تكرأ يعني وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى سبحان الله شوف وان الله عز وجل امر المرأة بالستر بحجاب خصوصا لقاء في حالة الفتن المشكلة دلوقتي يا جماعة ان البنت قبل ما تتزوج ببلاء علاقات كتيرة جدا تتكلم ده وتكلم ده وتكلم ده وتكلم ده وتكلم ده فكل ما تمر بمشكلة هتفتكر الايام الحلوة كانت عيشاها والكلام ده كله هي كانت وكل وه وكذلك الولد الولد قبل ما اتزوج مثلا وماخدش البنت اللي بحبها والكلام ده كله وكان بيكلم خمسة عشر قبلها فعنده تيارب وكان الحرام سهل بالنسباله فلما اتزوج بقى عنده مسؤولية والكلام ده كله وعاوز يهرب من الامر ده فيرجع لإيه للحرام وبيكره زوجته طيب ما فيه شيخ فيه ناس اتزوجته على حبه والكلام ده كله وحصل بينهم مشاكل حاوليك حصل مشاكل ليه لإن اصبح فيه حاجة اسمها ايه الاختيار بالمتعدد مع العجز الراجل دي الوقت زمان كان الراجل بيتجوز واحدة ما بشوفهاش الليط الدخل هوه ونصيبه بقى طلعت بيضة طلعت حمره طلعت خضرة طلعت مش عارفت ايه خلاص هو فكر ان هي ده اي مال واحدة في حياته لإن كل المتعدد مغلق ما فيهش تاني خلاص فمن عاوز تجوز واحدة تاني نجرب نفس التجربة ما انت شايف واحدة تانية مش هتكره زوجتك خلاص رضى بيها خلاص لكن دلوقتي ان الواحد الراجل ممكن يعني قبل ما يقولك ايه محتار تفترة الخطوبة ده يعني قبل فترة الخطوبة فترة عصيبة جدا على الشاب بعرف ليه مش عارف يختار كل ما يشوف واحدة حلوة اهي ده تمام تاني يوم ايه تبعد دقيقة واحدة يشوف واحدة تانية اطول منها لا هي ده اصبح ايه الامر يعني مستساغ يعني الامر سهل جدا للولد ان هو يعني يتعلق ببنته وفي نفس الوقت صعب جدا ما يختار لما يختار واحدة يزوجها وكلام ده كله يطلع الجيل تاني فيه شابات حلوين واش عارفت ايه والكلام ده كله فبقى الاختيار من المتعدد كتير جدا ورغم ذلك هو مش عارف يعمل ايه لان ما فيش فلوس يزوج تاني وحتى التعدد عندنا في المجتمع مش محبوب يعني لذلك برضك المرأة برضك اللي هي لما تتجوز وتروح مثلا في الشغل تكلم صاحبها هو يشكلها هموم وهمومه ويتشكلها وتشكلها همومها بيصبح في تعلق تم انت لو الزوقت اللي بتحكي لك دهيت عايبة فيه نفس المشكلة واكتر برضك لكن هو ايه احنا نبحث عن شيء يريحنا حتى لأول وحد ايه مع الله الانفتاح يعني اطلاع للعورات يعرف اطلاع للعورات يعني ايه يعني كثرة العورية والله العظيم سبب كبير جدا في اللي احنا فيه ازاي قال الله عز وجل فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوأتهما عرف هدف الشيطان ايه الاساسي ما كانش طرد ادم وحوى من جنة ده كان هدفه اول شيء هدفه ان هم يتعروا كل واحد يشوف عورة التاني لانه عارف لو كل واحد اطلع العورة التاني وان الواد ده تفرج على البنت الفستان الازرق اللي كان بطرقص والفستان الاحمر ومش عارفت ايه والكلام ده كله والبت تطلع على الشباب بكون معافة في حتة خمسين صديق سبعين صديق تتكلم ده وتتكلم ده وبقى الامر عندهم سهل جدا هنا بقى المفسدة تيجي خلي بقى المفسدة المفسدة المجتمع تيجي في حاسم الرضى النفسي الرضى النفسي ده الرجل طيب الرجل يقولك يا عما طيب انتو خلاص انتو ممكن الراجل يجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة في هذه الظروف اللي هو مقدم فيه نسوان كتير جدا عارف الراجل لو بهذه الظروف وهذه الاشكال اللي بينا في الشوارع وعلى السوشال ميديا والله لو الرجل تزوج ميت امرأة عيتمنى يجوز ميتانين وثلاثمية وربعمية القضية مش كده خلاص القضية ان احنا ما عندناش رضى نفسي زوجتك انت ما عندناش رضى نفسي ليه انت غزبة عنك خلي بالك ليه غزبة عنك لان فيه حاجات كتير جدا معروضة تفاهمني فيه حاجات كتير جدا معروضة وهي كذلك برضك هي كذلك فيه كتير جدا معروض يعني فيه امرأة طلبت من النبي صلى الله عليه انت خلع زوجها ليه خلاص ومتحبهوش قالت يا رسول الله اني اكره الكفرة في الاسلام او الكفرة بعد الاسلام تقصد بك كفران العشية فبيسألها ايه السبب شافت زوجها بواسط رجالة اكثر واحد فيه شفت النساء ايوة المقارنة وحشة جدا اصبحت البنت اللي قت قارن بين خطبها وبين كتمشي معها قبل كده او بين زوجها وبين اصدقاءها في الشغل العظيم مصيبة انا بقول لك مشكلة الطلاق ومشكلة والمشاكل الزوجية انا لخصطها في كلمتين اللي هو الاختيار من متعدد مع العجز فلنحن عندنا اختيارات كتيرة جدا بس مش قدرين نعمل ايه تفاهمني وانت فاهماني فلذلك يا رماعة والله يعني اسوأ الله العفوالح فيه والله السلام عليكم الله 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 شكرا